أعضاء منظمة دول المصادرة للبترول سيعقدون الخميس المقبل اجتماعاً للبحث في معدل إنتاج المنظمة اليومي للنفط وهو يبلغ 30 مليون برميل وقد تخطى الحد الموضوع سابقاً بنحو 6 براميل ما أثار قلقاً لدى بعض الأعضاء في ظل انخفاض حجم الطلب وتراجع سعر برميل لنفط البرنت إلى أقل من 100 يورو